ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج العزراء وتوقعات النص الاول لعام 2021 برج العزراء احنا عندنا خلال النص الاول هيكون احداث كتير جدا تغيرات كتير جدا تغيراتها على المستوى الشخصي يعني انت نفسك عايز تتغير وكمان هيكون عندك تغيرات بشكل قوي جدا في الامور اللي حواليك في الدعم اللي هيجيلك في حاجات كتير جدا جدا انا اقدر اقول ان النص الاول كل شهر فيه في حاجات فعلا جديدة عليك انت نفسك طاقتك بتتجدد طاقت الموضوع اللي انت داخل عليه متغيرة عن ان انت ممكن كنت تقبل على حاجة زي كده زي مثلا الامور العاطفية كان فيه علاقات مش ما كملتش معانا علاقات زعلتنا كتير هيكون عندك علاقات متعددة للناس اللي لسه ما بدأتش علاقة او ان انت نفسك في علاقة حلوة نفسك في علاقة معينة نفسك يكون فيه استقرار حلو انت نفسك في ده من زمان جدا بس هيكون عندك ده هتبدأ تلاقيه حقيقة امتى او ان الموضوع بتاعك ياخد خطوة حقيقية امتى او ياخد معاد خلاص حطنا فترة زمنية هيكون فيها زواج ده هيكون على امتى على شهر مايو ويونيو ده هيكون فيها تحديد لموعد فيها ارتباط قوي فيها بداية جديدة فده هيكون اكتر وقت فيه نسبة هيلة جدا ليه ان يحصل فيها شيء جدي ورسمي النص التاني اللي فيه فرص الزواج اكتر كتير جدا طيب عامة تنبرج العزراء عندك كمان في الحاجات المهمة جدا كعمليا انك عايز تطور من نفسك عايز ان انت تعمل حاجة جديدة عايز ان انت تكبر عايز ان اسمك يعلى عايز ان كتير هيبقى عايز ياخد كرس معين عايز ابدأ بمشروع قوي جدا مشروع ما حصلش قبل كده عايز تبتكر شيء مهمة عايز تشارك حد الحد ده دماغ عالية قوي عايز تقترب من ناس انت عارف ان مصلحتك معاهم عايز ان انت تعمل لو هتدفع ايه بس اهم حاجة اعمل اسمي واعمل قوة واعمل مركز ده انت من بداية الالسانة وانت عايز فعلا تعمل حاجة منكم اللي هينقش دراسات يعني هينقش ماجستير هينقش دكتوراه عايز يسرع عشان يناقش فهيكون عندك ده جدا عندك ان انت عايز تتعرف على ثقافات اخرى عايز ان يكون ليك رجل او ليك اساس في بلد اخرى فعندك ده جدا جدا يا برج العزراء طب هل انت هتتوفق في الحاجات دي في المعظم اه في خلال النص الاول هيكون اه يعني ان شاء الله عايزين ان احنا نكون عندنا حتة الاستبشار خير لان فعلا يا برج العزراء احنا الاجواء عندنا هتكون متحسنة جدا انت هتتحسن كتير انت عندك نفسك طاقة حلوة مش طاقة ايجابية بمعنى اللواء انا فرحان وهنزل كل الدنيا عشان موصوط لا انت عندك الطاقة الايجابية جايلك بسبب انها كان فيه كسرة ورا كسرة او شماتة او زعل او الكلام ده كله وانت لازم اكون عندي ارادة لازم اوريه منامين لازم اقوع على نفسي لازم اكون شخص متميز جدا لازم ان انا اكون فعندك فكرة الاصرار فكرة انك تكون قوي انك عايز تعمل نفسك انك عايز تكون مليان بالطاقة الايجابية ان انت تقدر وتقدر وتقدر وتنجح 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 وهبتدي فعندك ده انت عشان يمكن زعلان على نفسك ببعض الأمور فانت عايز تقاوح وتعمل حاجات كتير جديدة كمان عندك الحظ هيخدمك في أمور كتير مختلفة اللي هي يجي لك حظ ضربة معينة كده حلوة اعمل كذا حاجة كده تنويرية رسائل تنويرية يعني حاجاتها تجي لك تخليك ان انت طب ما اعمل ده حاجة تانية تيجي طب ما انا سوي ده طب ما انا ابتدي في ده طب ما هيكون عندك الوضع ماشي كده من امتى من أول يناير فيه عندك موضوع بتعمل فيه تسوية تسوية علاقات تسوية لموضوع معين يعني فيه شيء انت فيه بيع وشراء هيتم فيه موضوع كان معقد تماما في عشرين عشرين ليه علاقة بمسألة قانونية او شيء ليه علاقة بالبيع والشراء او حاجة كانت تقيلة قوي علينا مش عارفين ان احنا ناخد فيها موقف ولا ابدا هيكون عندك فيه تسوية قوية جدا جدا يا يناير يا فبراير فعندك ده قوي ويناير النص التاني بالذات النص الاول كان عندك اللي هو ها مرحلة الخروج مرحلة الخروج من عنق الزجاجة فبرج العزراء احنا عندنا الوضع هيكون متحسن كتير طب انا فيه حاجة تانية عايزة اوضحها انك هيكون عندك فيه اتفاق او عقد هيتم فسخه وهتبدأ ان انت تعمل عقد جديد مع شخصيات جداد العقد ده ليه علاقة بشغل ليه علاقة بحاجة انت ممكن تكون متفق عليها كمنتج انت تتعامل معاه او حاجة تشتريها كتير جدا او من مكان معين فهيكون عندك انك بتنهي علاقتك مع شركة مع مؤسسة مع موضوع وتبدأ تتعامل مع ناس جديدة فبرج العزراء عندك فيه حاجات كتير حتى الوقعة او الغلطة اللي ممكن تمر بيها في خلال النص الاول هي درس قوي فعشان كده انا عايز اقول حاجة احنا عندنا خلال النص الاول هي حاجات كتير قوية رسائل تنورية عندك بدايات حلوة عندك فيه يعني اساسيات هتمشي عليها بشكل متميز دعم من الاخرين وانت بتدعم انت كمان نفسك ولكن عندك بعض الغلطات او بعض انا مش عايزة اقولها يعني عامة هيكون عندك فكرة اللي هو انا زهقت تعبت انا كل ده ليه فعندك حتة اللي هو الزهق مع انك انت عندك صبر حلو بس انت هتزهق من بعض الحاجات وخاصة الامور العاطفية حاول على قد ما تقدر انك تكون هادزي انك يكون عندك حتة اللي هو طب ما انا عندي اشغالات تانية باشغل بها نفسي فاستنى على الموضوع ده نص التاني الموضوع ده اللي هيكون افضل كتير فاذا امورك المهنية احنا وضحنا كده ان عندك هيكون فيه سعي فيه شغل فيه عقدة هيتفسخ في وعد كده هيبدأ فيه عقد جديد هيكون عندك ان انت عايز تعمل حاجة بداية شغل جديد عندك بتحاول تعمل بتاخد موقف عالي عايز تترقى عايز توصل لمنصب حلو عايز ان انت تكون قوي عايز ان انت اسمك ينور انك انت تكون قد ايه طموحك يعني انت عندك طموح وعندك سعي وعندك ارادة هتكون متميزة جدا هيكون عندك بداية شأن مهني او رجوع لمركز حلو في ابريل فعندك ده قوي يناير وفبراير بالنسبة لك جهد شغل جهد شغل تعب مشاكل صحية بعدين ترجع تفوق ترجع تاني تتعب ويعني تتعب مهنيا تضغط نفسك الحقيقة عندك ماشي هتكون بالشكل ده لحد ما نوصل لابريل لحد ما تلاقي نفسك ان انت وصلت الحاجة ان انت حاسس خلاص ابتدي انزل بقى بالابضيت انزل بالجديد بتاعي فيكون ده شبه الامور المهنية بالنسبة لك الوضع المادي انت عندك حاجة عايز تشتريها ليها علاقة بالاستقرار منزل جديد او مكان جديد او سيارة تكون على طول يعني معاك فعندك حاجة ليها علاقة بكده انت عايز تشتريها برج العزراء عايز تطور من نفسك جدا على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي يعني حياتك ستايلك السايل بتاعك كل حاجة وعايز تطور نفسك مهنيا وعايز تطور نفسك في فكر ان انت الاختيارات اللي انت عايز تيجي دماغك عليها او عينك عليها في امورك العاطفية لان كتير من الليس مرتبطوش انت عندك اول تلات شهور تعجب بحد حد يعجب بيك لا اعجب بحد حد يعجب بيك لا فلا هنفضل في دوامة كده شوية لحد ما نرسها على حاجة بس ما نكونش خفاف يا ريت يعني يا ريت ما مبلاش حتة الخفاء الخفاء لو اي حد يعني علاقات السوشال ميديا ما فرحش بكلمتين الكلام ده كله طيب عما تنبرج العزراء امورك العاطفية بالنسبة للناس المتجاوزين هيكون عندك برضو بعض الاختلافات شوية ولكن بنرجع على طول يعني ممكن مشدات بسيطة مع بعض الابراج لان فيه ابراج تانية هتكون عندنا الوضع متحسن جدا لكن عندنا مثلا زي السرطان زي القوس زي الدلو عندك فيه كده بقى والعزراء والعزراء هيكون عندك مشدات بعض الخلفات ولكن بنرجع يعني الدنيا ماشي معانا بشكل اللي هو مرة ومرة بالنسبة لي المنفصلين انت عندك حب يا برج العزراء مش قادر تنساه لو كان الحب ده من ابراج هواقية او نارية انت ما تقدرش تنساه ففكره دايما فعايز تحسن علاقتك معاها بتتمنى اليوم اللي يرجع معظم النص الاول هيكون المعظم انه هيكون انت اللي عايز ترجع مش اللي هو اللي عايز يرجعلك يمكن يكون الماضي بيفكر فيك بس انت بتفكر اكتر ده نسبة معانا وده هنبقى نوضح المواضيع دي في التوقعات الشهرية اكتر امورك العائلية هيكون عندك تصالح قوي جدا 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 ما بينك ما بين حد انت على خصومة معاي في الامور العائلية على اول او الربع الاول من السنة الربع التاني هيكون زيارات متبادلة موضوع متفق عليه هيكون اتفاق هيتم فعندك ده جدا جدا يا برج العزراء عندك كمان هيكون فيه اشخاص انت هتكتشف ان هما قد ايه خبسة قد ايه هما طبعانين فيك قد ايه مش فيكون عندك اكتشاف لاشخاص واكتشاف لاشخاص هما ممكن يكونوا من وجهة نظرك كانوا سلبيين او حد كان بيقومك ان هما سلبيين ان هما وحشين بيبعدك عنهم ولكن في الاخر هتكتشف ان هما قد ايه جبيين قد ايه هما متميزين عندك ده برضو جدا عندك مشكلة صحية او معاناة من حسد هيتم حله في خلال النص الاول وخاصة الربع الاول اللي هو كمان في يناير وفبراير هتتخلص من مشكلة لها علاقة بحسد بسحر بان انت ممكن يكون عندك تعب صحي انت ممكن يكون دايخ فيه عندك من الاخر مرحلة استشفاء بشكل عام ده هتعرفوا من اين هتعرفوا من احلامك هتعرفوا من حد يقولك الخطوات الحل ايه فعندك ده يا برج العزراء برج العزراء انا طولت عليكم بس في نفس الوقت انا عايز اوضح لكم ان التوقعات الشهرية تكون اضك وتفصيلها بس احنا حبينا ندي نبزة عامة وده يعني نتيجة ان الناس كتير طلبوا الموضوع ده فانتوا عارفين اي حاجة بتطلب مني بعملها باشكركم جدا ما تنسوش اللعيك وشير وشاك في قناة تفعيل الجارة السلام اشتركوا في القناة